الشيطان عدو والله عز وجل قال أن الشيطان كانكم عدوا فاتخذوه عدوا عدو الشيطان لكن السلاح الذي يحميني من هذا العدو هو ذكر الله عز وجل فالزم أذكار الصبح وأذكار المساء أذكار النوم أذكار الاستيقاظ الأذكار في كل أحوالنا لذلك نجد أن الذكر كله توحيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هذه كلمتان خفيفتان عن لسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن إذن الذكر بابه مفتوح فعلينا أن نلزم به السنة وكذلك نكثر من الذكر ونستعد لهذا اليوم العظيم سواء كان في دنيانا أو في آخرتنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر